اتفق المدير الرياضي لشباب الوزاة سعيد عليخ مع المدرب عبدالقادر عمراني على تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة بعد اللقاء الذي جمع الرجلين نمسية السابق بالعاصمة أين عطى المدرب السابق لشباب قسنطينة موافقته لتدريب النادي العاصمي حسب ما كشفته مصادر من بيت الفريق هيته سيوقع عمراني على عقده خلال اليومين المقبلين قبل التنقل مع النادي إلى تركيا لإجراء تربص تحضيري تحسبا لمرحلة العودة من المحترف الأول موبيلس